السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هدي القرآن نعيش في اجواء التنزيل تنزيل القرآن الكريم على قلب النبي الامين صلى الله عليه وسلم ما زلنا في الفترة المكية وزال الاسلام غريب فطوب للغرباء كان الصحابة رضي الله عنهم ضعفاء مستضعفين هنا ستنزل سورة العصر وهي السورة الرقم 13 في ترتيب التنزيل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة صغيرة من حيث عدد الآيات فيها ثلاث آيات فقط والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تلات آيات فيها أو تلات مقاطع كل مقطع فيه معاني ودلالات لا تعد ولا تحصى حتى قال الامام الشفعي رضي الله عنه لو لم ينزل من القرآن الكريم إلا هذه السورة فقط لا وقعت الحجة على الخلق فقط لو أن القرآن العظيم الذي أنزل على قلب سيدنا محمد النبي الأمين ما كان إلا هذه السورة لا ربنا عز وجل أوجب على الحق بأنه قد أعطاهم الدليل والبرهان على سؤالهم وعلى تكليفهم هذه السورة المباركة كان جيل الصحابة رضي الله عنهم الجيل القرآني الفريد إذا ما اجتمعوا في أي اجتماع كان اجتماعا دينيا أو اجتماعا عند علاقة بالأسرة أو عند علاقة بالعائلة أو بالتجارة أو بقضايا سياسية أي اجتماع إذا أرد أن ينفض الاجتماع كانوا يقرؤون هذه السورة يجتمعون ويقرؤون دعاء ختم المجلس ثم يقرؤون هذه الآية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الآية أو هذه الصورة كان من أوائل ما نزل على قلب النبي الأميم الإسلام لا زال غريبا والكفار عددهم كثير والمشركون كانوا يتبجحون بآرائهم وعقائدهم الفاسدة كانوا يعتقدون بأنه ليس هناك بعد ولا هناك نشور ولا هناك إله ولا هناك حساب قالوا كل هذا الكلام إنما مجرد ترهات هذه أساطير الأولين ما هي إلا حياة للدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الظهر يقولون كل ما يغلبون في الحياة هو الزمان هو الأزمات هو الغلاء هو الأمراض فقط هذا هو لك في الدنيا أما شيء آخر فهو كله كلام سفسطة وفلسفة وأساطير الأولين وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يجتمع مع صحابته وهم معظمهم فقراء وعبيد ومستضعفين في أول الإسلام أراد ربنا عز وجل أن يبني مجتمعا عنده قوة العقيدة وقوة اليقين فكانت تنزل الآيات لكي تربي جيلا جديدا هذا يسمى الجيل القرآني الفريد جيل الصحابة رضي الله عنهم وأول الصحابة هم أهل مكة المكرمة الصابقون الأولون كانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وينتظرون بشغف شديد نزول القرآن العظيم على قلب النبي الأمين ليعرفوا ماذا ربنا عز وجل يريد من الخلق نزلت هذه الصور ارتباعا العلق القلم المدثر المزمل الفاتحة الكوتر التكوير الأعلى إلى أن وصلت الضحى الشرح ثم وصلت العصر ما هي الرسالة التي يريد ربنا عز وجل أن يبلغها لهذا الجيل الأول من الصحابة أراد أن يزرع فيهم قوة العقيدة وقوة الإيمان واليقين بالبعث والنشور ثم أنهم يوازنوا بين الإيمان والعمل الصالح وأن يتواصوا فيما بينهم على الحق لأن الحق ثقيل فكان أول ما ذكر ربنا عز وجل أن قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر أقسم الله تعالى بالعصر لاحظوا بأن القسم نحن البشر لا ينبغي أن نقسم إلا بالله القسم لا يكون إلا بالله أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى وكل من أقسم بغير الله فقد وقع في الشرك والعياذ بالله لكن الله سبحانه وتعالى بماذا يقسم؟ له أن يقسم بمشاء فهو يخاطب البشر ويقسم بأشياء كثيرة منها مظاهر الكون ومظاهر الطبيعة يا ما أقسم قال والضحى والليل إذا سجى قال والشمس وضحاها قال والليل إذا يغشى يقسم بهذه الأمور القريبة من الإنسان غالبا يقسم بالتوقيت وبالتأمل في مظاهر الكون والنجوم والكواكب ليلفت نظر الإنسان إلى إبداع هذه المخلوقات لكي ينطلق من خلالها إلى عظمة الخالق هنا ماذا قال؟ قال والعصر العصر هو الوقت الذي يكون قبل المغرب وبعض المفسرين قالوا بأن السبب هو أن هناك جماعة من الشباب كانوا في العهد القديم يجتمعون ويقولون تبا لهذا العصر تبا لهذا الوقت تبا لهذا الزمان فدسل القرآن الكريم ربنا يقسم ويقول والعصر يقول العيب ليس في العصر ولا في الزمان ولا في هذا الوقت العيب فيكم أنتم لأنكم لستم أبناء العصر ولا أبناء هذا الزمان ولا أبناء هذا الوقت أنتم تغنون خارج السرب أنتم خارج السياق وقيل بأن العصر هنا معناه الزمان وما فيه من صعوبات وما فيه من مشاكل وما فيه من شدائد إنها إرادة إلهية ربنا خلق الوجود هكذا لأنه اختبار فيه عرقيل فيه شدائد فيه كروب أما الحياة الحقيقية ليست هنا الحياة الحقيقية الخالية من العيوب ومن الكروب ومن الشدائد هي الحياة الآخرة الموعودة عند الله تعالى وقيل أيها الأحبة الكرام بأن العصر هو الوقت الذي ينتهي فيه الزمن زمن اليوم لا شك أن بعد اصفرار الشمس الوقت يكاد ينتهي الناس عادة يفرحون في الصباح الباكر مع إشراعة الشمس مع وقت الضخة ثم يفرحون الساعات الأولى من الصباح الباكر وينعمون لكن حينما يأتي العصر ويبدأ اصفرار الشمس وأوشك الغروب وكأنهم يقولون لقد أوشك أن يودع اليوم اليوم سوف نودعه هكذا يا ربنا يخبر بأن الحياة الدنيا نحن في آخر عهدها ويقول ربنا عز وجل احذروا راء الدنيا سوف أنتم تلهون وتلعبون ويكسوق أوشك أن يضع خيامه وينصرف التجار وتنتهي القضية ومن ربح شيئا فقد ربح ومن خسراء فلا يلومن إلا نفسه لهذا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر الخطاب موجه للإنسان ربنا لا يخاطب هنا أي مخلوق آخر سوى الإنسان أيها الإنسان احذر الله تعالى يخاطبك من فوق سبع سماوات ويقول إن الإنسان لفي خسر العلماء يقفون عند كلمة إن توكيد إن الإنسان لا فيه هناك توكيدان إن واللام هذا التوكيد ما معنى وكأن الله تعالى يحذروا أيها الناس الكلام جد الكلام ليس مجرد كلام تمرير للوقت إنه خطاب جد وليس بالهزل إن الإنسان لا في خسر أي في خسارة في بوار الإنسان في بوار لأنه إذا لم يعترف بربه ولم يستقم على أمره فهو في خسارة اللحظة التي نزل فيها هذه الآية كان العالم كله في ضلال العالم أنا دك عند نزول هذه الآية كان مكون من معسكر شرقي ومعسكر غربي المعسكر الشرقي فيه الروم والروم إمباطورية كبيرة فيها عقيدة الوثنية يعبدون الأصمام والأوثان ويعبدون الحاكم كانت وثنية والمعسكر الشرقي كان فيه الفرس وكانوا مجوس يعبدون النار ويعبدون الصابئة وحول الفرس والروم هناك أقليات دينية من اليهود هناك يهود بني قينقاع يهود بني النظير يهود بني قريدة وقد بدلوا الكتب المنزلة على قلب سيدنا موسى عليه السلام ثم هناك أقليات مسيحية هنا وهناك وكانوا مع أتباع المسيح قد تعرضوا للتعديد وتغيرت كلمات المسيح وتبدلت وما بقي مشركون مشركون يشركون بالآلهة يعبدون الأصنام الآلهة هبل واللات والعزة ومنات لم يكون على الأرض في نزول هذه الآية ساعة نزولها لم يكن هناك موحدون على الفطرة السليمة سوى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة فقط عندهم العقيدة السليمة لأن الأصل هو العقيدة وما دون العقيدة لا يسوي شيء فكأن الله تعالى ينبه ويقول إن الإنسان لفي خسر كل هؤلاء البشر الذين لا يتوجهون بالعباد لربهم والغافلين عن ذكره بل والمنكرين لوجوده هناك طائفة أخرى ملحدين يقولون ما في إله الحياة مادة وفيها نيزك من النيازك القابل للارتقاء والنشوء ونعيش وانتهى الأمر كل الإنسان في ضلال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قلنا ربنا يستقني الاستقناء بمعنى أن الحياة كلها في بوار سمها ربنا عز وجل بالتغاب يعني الإنسان سوف يأتي يوم ما ويشعر بأنه لحقته الغبينة عندنا سورة في القرآن سوف نصل إليها إن شاء الله تسمى سورة التغاب أن الإنسان غافل وحينما سوف يعرف الحقيقة سيشعر بالغبينة ربنا يقسم بأن الكل على خسران وعلى بوار وعلى باطل إلا الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين نعنوا الإيمان بالله تعالى هم على صواب هم على خير هم على فضل من الله ما بنا آمنوا آمنوا بأن هذا الوجود له خالق وهذا الخالق مبدع وهذا المبدع هو الذي أنزل هذا القرآن ثم إنهم بعد أن آمنوا بالله تعالى وكفروا بغيره من الآلهة ومن الفلسفات الضالة والمنحرفة قاموا بالعمل الصالح آمنوا وعملوا الصالحات وهذا ما يسمى عند عقيدة أهل السنة أنه لابد من الجمع بين الإيمان والعمل لأن هناك طوائف ظهرت فيهما بعد قالوا الإيمان يكفي أن نقول نؤمن بأن هناك إله موجود نحن نعتقد هناك الآن أوروبيون في العالم الغربي في أمريكا في روسيا يعتقدون بوجود إله هناك رواد فضاء لما يصعدون إلى أعلى الكواكب وينظرون في المريخ والمشتري وعطارد والأقمار حولها يقولون سبحان من خلق إنهم يعتقدون بوجود إله يقولون لا يمكن لهذا الوجود المبدع أن يكون بصدفة إنه دقيقة وإنه متناهي في الدقة والإبداع فهم يعتقدون بأن هناك إله لكن إيمانهم هذا لن يجري إذا لم يكن مرتبط بالعمل الصالح فأهل السنة والجماعة يقول في عاقدة معنى الإيمان هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان لكي يكون هناك إيمان متكامل لا بد أن يأتي الاعتقاد بالجنان أولا لنقول الإيمان في القلب أي نعم الإيمان في القلب اعتقاد بالجنان ثم إقرار باللسان أنك تكرر دوما وأبدا لا إله إلا الله سبحانه ما أعظم الشعنة إقرار باللسان ثم عمل بالأركان أنك تنفد ما طلبه الله تعالى منك في كتابه العزيز الذي أبدع الأكوان هو الذي خلق القرآن لا يكفي أنك تؤمن بمبدع الأكوان وتنكر القرآن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح بمدى يكون العمل الصالح مقبول العلماء شرقوا فيه شرطين الأول أن يكون العمل لله ما يسمونه بالإخلاص الإخلاص لله أي عمل كان لغير الله ولغير وجه الله فهو مردود وهو باطل والله أغنى الشركاء عن الشرك فلابد أن يكون العمل خالصا لوجه الله هذا الشرط الأول في العمل الصالح الشرط الثاني وهو أن يكون هذا العمل وفق هدي النبي المصطفى صلى الله عليه ما يسمى بالسنة أنك توافق سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان ربنا عز وجل يقول أيها الناس كل الخلق وكل البشر كل إنسان إنه في خسار إن الإنسان في خسر من هم الفائزون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط هم الذين فائزوا ثم زد أوصف أخرى قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من صفات المؤمنين أن بعضهم يوصي بعضا بالحق الحقوق هناك حقوق كثيرة هذه الآيات لما نزلت تسمى القرآن المكي ما زال لم ينزل هناك آية الأحكام والتشريعات ولكن هناك حقوق معروفة بالفطرة من بينها أولا حقه الإنسان على ربه بأنه يؤمن بوجود الخالق ولا ينكره وحق الإنسان على نفسه نفسك عليك حق أنك عليك أن تتعهدها بالعناية والرعاية لتستمر في العبادة وحق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها وحق الوالد على أولاده وحق الأولاد على والديهم وحق الجيران على بعضهم البعض بل وحق الرعية على الحاكم وحق الحاكم على الرعية حقوق متبادلة هذه الحقوق لا بد أن نحفظها جميعا وتواصوا بالحق الحق قد يكون مر وهناك طائفة لا تحب الحق هناك طوائف تريد الباطل وتقول بأن حقكم هو الباطل ويردونه ماذا نصنع في هذه الحالة؟ ربنا يقول تواصوا أيها الناس بعضكم يوصي بعضا قد أغفل أنا اليوم أو أنسى أو أضعف أرجوك لا تغفل عني أوصني وأذكرني وأنا سوف أوصك إذا نسيت أو أغفلت وبعضنا يوصي بعض هكذا المؤمنون يوصي بعضهم بعض وتواصوا في المفاعلة بيني وبينك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني لابد أن تصبر على هذا الحق لابد بالصبر لأن هناك من سوف يعترض طريقك ويقول بأن هذا المشروع الإيماني الرباني الذي تحكي عنه هذا قديم هذا مشروع زال ويحكي عن أيام الجمل والخيمة والناقة نحن الآن في عصر الضرة والمجرة وعصر الصواريخ وعصر الديمقراطية وعصر الانفتاح لبدا تأتينا من الكلام القديم جدا هناك من سوف يتددب أو يتزعزع فالآية تقول لك احضر أن تتزعزع ابقى مستقيما وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر اصبر عليه قد يعاقبونك ويسلمون منك مالك أو يخرجونك من وظيفتك أو يقطعون عليك التمويل أو يفعلون بك ما شاء احضر أن تغير مبادئك احضر أن تغير أهدافك تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وكأن ربنا عز وجل يقول أيها الناس إذا ضاع لك كل شيء لا يهم إذا كان عندك الإيمان بالله وضعت لك الوظيفة وضع لك المال وضعت لك الصحة وضعت لك الزوجة وضع لك الأولاد وضع لك كل ما تملك لا يهم لأنك عندك الإيمان لأنه ورص المال أما إذا ضاع إيمانك ولقيت كل شيء عندك الوظيفة وعندك السيارة الفارهة وعندك الرصيد البنكي وعندك الحضوة والاهتمام وليس عندك الدين فليس عندك شيء ذاك هو الخسران المبين إن الإنسان لفي خسر الآية الكريمة أو هذه الصورة الصغيرة على صغر حجمها فيها معاني كثيرة معاني ربانية كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤونها ويحفظونها ويوصي بعضهم بعضا فكانوا في أي مجلس جلسوا فيما بينهم يبدأون بها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالرسالة تحمل وحد الهدف للدعاة والعلماء والمصلحين ولأصحاب المبادئ عليهم أن لا ينجعزوا عليهم أن لا يضعفوا عليهم أن لا يستهينوا وعليهم أن لا يخافوا لابد أن يبقوا على الطريق المستقيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإذا ضعفت أخي الفاضل اذكرني عند ربك وذكرني واجعلني أتقوى على العمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول اللهم إني أسألك التبات في الأمر والعزيمة في الرشد لابد لك تستمر ولا يقع لك إنزلق هنا وهناك لابد أن تبقى قويا ولك تكون قوي لابد أن تكون مع المؤمنين مع فئة من أهل الصلاح حتى إذا انزلقت يأخذون بيدك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا باركة هذه الآية ويحفظنا بها ويجعلنا من عباده الصالحين الأخيار الأبرار قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم